أهلا بكم الإضراب عن الطعام أو ما يعرف بمعركة الأمعاء الخاوية هو وسيلة من وسائل المقاومة السلمية يكون المشاركون في هذا الإضراب ممتنعين عن الطعام كاحتياج سياسي أو ربما يكون لإشعار الآخرين بالذنب وقد استخدم هذا الإضراب كوسيلة من وسائل الاحتياج أولا في إيرلندا ومن تم في الهند في الفترة ما بين 400 إلى 750 قبل الميلاد أهم الشخصيات التي أضربت عن الطعام المهاتمة غاندي واعتبره واحدة من أدوات المقاومة في مواجهة الظلم في العام 1917 شهد العالم أول إضراب جماعي عن الطعام قام به الجمهوريون قابله البريطانيون بالإطعام القسري والذي وصل إلى وفاة أحد المضربين في كتوبر من العام 1920 توفي عمدة مدينة كورك في إيرلندا أثناء إضرابه عن الطعام في السجن وفي العام 1923 دخل ما يقرب من 8000 سجين من الجيش الجمهوري الإيرلندي في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار دولة إيرلندا في اعتقالهم ومن المحطات المهمة في تاريخ الإضراب ما حدث في إيران وتحديدا العام 2000 حيث لجأ الصحفي أكبر غانجي إلى الإضراب في السجن في سجن إيفين إضراب الفترة ما بين 19 مايو 2005 حتى أغسطس من نفس العام ومن ثم أطلق سراحه قبيل الانتخابات الرئاسية التاسعة عربيا شهد في براير 2012 واحدا من أشهر الإضرابات عن الطعام حيث أقدم 1890 فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية إضرابا جماعيا عن الطعام وفي الرابع عشر من مايو تم الإعلان عن موافقة السجناء على إنهاء إضرابهم عن الطعام بعد نيل مطالبهم على المستوى الفردي بدأ الأسير الفلسطيني سامر العيساوي إضرابه عن الطعام واستمر لفترة 227 يوما حتى استطاع تحقيق مبتغاه وحصل على الإفراج في السادس والعشرين من يناير 2014 بدأ المواطن المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية محمد صلاح سلطان واحدة من أطول الإضرابات عن الطعام في القضية المعروفة إعلاميا باسم غرفة إدارة رابعة ثم تم الإفراج عنه بعد تنازله عن الجنسية المصرية كما شهدت مصر أيضا أطول مدة إضراب عن الطعام مسجلة حين أقدم الطبيب إبراهيم اليماني إلى الإضراب عن الطعام في 27 من إبريل 2014 واستمر حتى أكمل 574 يوما ثم اضطر لوقف الإضراب بعد تتهور حالته الصحية في فلسطين ومطلع العام 2016 بدأ الصحفي محمد القيق إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي استغرق 94 يوما متتاليا حتى استسلمت إسرائيل لمطالبه وأطلقت سراحة في اليمن وتحديدا في التاسع من مايو الجاري بدأ عشرة صحفيين إضرابهم عن الطعام في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعا وحتى اليوم ما يزال الصحفيون الموجودون في سجن هبرة مضربين عن الطعام ويعانون من آثار الجوع في ظل تجاهل الميليشيا لمطالبهم موسيقى